وأنا هنا هخص بالشكر أربعة من الشباب بالإسم لأنهم دول اللي نقلوا عمر المستشفى بعد الحدثة مباشرة وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت بعد يوم الثلاثة أنا كنت معاكم يوم الثلاثة خلصنا 11 ونص خرقت كتى الحدثة حصلت من تلت ساعة أو نص ساعة كنت في المستشفى الشباب دول هما الأنقذوه الحقيقة وأنا عايز أشكرهم على الهواء المهندس مصطفى عزب دكتور كريم النحاس دكتور طارق سلامة المهندسة دليدة دول شباب كانوا موجودين بالصدفة أنا معرفهمش كانوا موجودين تصدفوا جدوم في نفس مكان الحادث ونقلوه بسرعة قدروا يخرجوه من العربية ونقلوه فضلوا معاه لحد ما أنا وصلت وكملوا الحقيقة معايا فضلوا وقفين معايا لحد ما ابتدى يجي لي بقى مدد من الأصدقاء ومن الناس في محطاتنا كلها ويعني اتطمنوا عليه وركنوا العربية وجابوا لي المفاتيح يعني كل التفاصيل دي هما الحياة الشباب اللي قاموا بيه فأنا عايز أشكركم شكرا جزيلا يا شباب أنتوا أول وش أنا شفته في المستشفى وأول ناس طمينتني وقالوا لي أنه هو كويس بعد الخضة الرهيبة ضيفة يعني أنا عايز أشكركم شكرا جزيلا في ناس محترمة جدا لسه موجودة ساعات بننزعج من سلوكيات كتيرة لكن في ناس محترمة ما نعرف همش لكن بيبقوا موجودين حوالينا شكرا ليكم جميعا شكرا لكل الناس شكرا لحبكم شكرا لاهتمامكم يا رب ما حدش يجيله حيحصل له حاجة وحشة أبدا خلي بالكم من الطريق حوادث بتقع في ثانية واحدة أخطاء آخرين ممكن تؤدي لكرسى لكن أقدر ولطف زي ما بنقول أكيد بنعمل حاجة كويسة ربنا أنقذ عمر بيها إن شاء الحمد لله وربنا يحفظ الجميع